بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما خلصنا في الجزء السابق تصميم طبقة الإحلال هنبتدي النهاردة نتكلم عن تصميم الأساسات المنفصلة وقبل ما نتكلم عن تصميم الأساسات المنفصلة عايزين نعرف ايه هي فلسفة او بلاش فلسفة نقول ايه هي خطوات تصميم أي أساس عندي في المبنى الخطوات هم تقريبا 12 خطوة الخطوة الأولينية ان انت توجد يعني ايه بعمل أساس مثلا isolated يبقى انا عايز الحمل بتاع العمود والمقاسات بتاعة العمود تي او القولم في بي قولم وعايز البي بتاعت مين القولم ده لازم يكون موجود عندي تاني حاجة collect all the geotechnical data وبعدين set proposal footing on the geotechnical mean profile وابتدي اقول والله انا عندي التربة بتاعتها هيد اه ده انا هحط الأساس بتاعي في المنطقة ديت زي ما اتفقنا ازاي نحدد المنطقة بتاعة الأساس في بارت 2 تاني حاجة depth determine the depth and location of all foundation elements يعني لازم احدث زي ما انا قلت او ان انا ادي اف بتاعتي فين على مكانها فين وتحت الأساسات او تحت الأعمدة ازاي وبعد كده نوجد the bearing capacity of the soil زي ما تعلمنا في chapter 2 وعدين determine possible total and differential settlement check effect add to b dips يعني ايه؟ يعني انت بتنزل تحت هنا عمق تقريبا بيساوي 2b واجيب ايه؟ الهبوط بتاع هذا الأساس عند عمق 2b واشوفوا مسموح بيه ولا لا select the concrete strength مهندس طبعا دي مش مهمتك انت لكن دي مهمة مين المهندس بتاع الماتيريال بيطلع ليمين؟ الخرصانة بتاعتي الردبة بتاعتها او الف سيو بتاعتها بكام وبعدين نفس الكلام بتاع الماتيريال يروح select steel grade يعني الف ييلد بتاعي بكام هل هو 2400 ولا 2800 ولا 3600 كيلو جرام على سنتيمتر مربع ولا 4000 كيلو جرام على سنتيمتر مربع طيب وبعدين كده كل دي data انت كfoundation engineer ما عملتهاش انت تبتدي تشتغل امتى بقى؟ تبتدي تشتغل من الخطوة دي تعمل ايه؟ determine the required footing dimensions اعايز اجيب المأساة بتاع الفوتين لو كانت isolated او ان كانت combined او ان كانت strap او ان كانت strip اي ان كان من نوع يبقى انا لازم اجيب الdimension بتاعتي اللي هالL ومين والB بتاع الفوتين طيب جبت الصمك طب انا عايز اقاسف جبت طوله العرض يبقى ايه المطلوب اللي بعد كده؟ ان انا اوجد مين؟ sickness بتاعي sickness بتاع الفوتينج اللي هي T بتاع الفوتينج دي بتعتمد على ايه المومنت اللي على القطاع بتاعي ايه الشير اللي على القطاع بتاعي ايه البانشنج اللي ممكن يحصل للقطاع بتاعي فده كله بحدد منه سمك من القعدة اللي تكون امنة لكل المتطلبات السابق طيب وبعدين determine the size number spacing of reinforcing bar ابتدي اطلع الحديد بتاعي يبقى انا بعد ما جبت T اطلع مين؟ الarea S بتاع الحديد ان كانت في الاتجاه الطويل او في الاتجاه القصير وبعدين design the connection between super structure and foundation ازاي تحط بقى الاساسات بتاعتك ال detail ازاي تحط الدويل بتاعتنا عشان نربط ما بين الاساس وما بين مين ال super structure طبعا لو كان عندي uplift يبقى لازم انا بتعمل check uplift and stability against sliding and overturning of structure soil system ده اللي check الاخير يبقى انا لو وصلت للثلاث حاجات دولت او الاربع نقط دولت يبقى انا صممت الاساس بتاعي بامان ومش هيحصل له اي انهيار ان شاء الله شكرا